نحن كفريق للمولاة جئنا لإثبات هدف واضح وصريح ألا وهو إثبات أن محاولات الدمقراطة التي قامت في العالم العربي كانت قائمة على أساس غربي ودخيل على هذه المجتمع في بادرة لإبراز تفاعل الشباب في مختلف مسارات العلم والفكر أقام الاتحاد العام لطلبة جامعة مصراتة بشركة مع مؤسسة الحوار والمناظرة ومركز مناظرات قطر حفل اختتام البطولة الوطنية لمناظرات الجامعات المؤهلة للبطولة الدولية السادسة لمناظرات الجامعات باللغة العربية الدوحة 2021 ستمثل ليبيا ثلاث فرق بداية مع هدف فريق المولاة يقولون أن محاولة الدمقراطة كانت قائمة على أساس غربي وأن الأساس الغربي هو ما يؤدي إلى فشل عمليات الدمقراطة في العالم العربي نحن مع هذا أيها السادة ونحن ضد التدخل الغربي في عمليات الدمقراطة العربية البطولة الوطنية لمناظرات الجامعات أقيمت دخل كلية الهندسة بجامعة مصراتة ضمت عشرين فريقا يمثلون ستة عشر جامعة على مستوى ليبيا كانت عبر الواقع الافتراضي كمرحلة أولى البطولة الوطنية للمناظرات جامعات الليبية كانت أولى المراحل عبر أونلاين كانت فيها مشاركة من 16 جامعة على المستوى ليبيا من ثم تأهل تمانية فرق إلى المرحلة الثانية باستضافة جامعة مصراتة وتنظيم مشترك بين الاتحاد العام لطلبة جامعة مصراتة ومؤسسة الحوار والمناظرة وحضر الاختتام جمع من طلبة جامعة مصراتة وطلاب من جامعات ليبية أخرى ومهتمون بفكرة المناظرات التي تحاكي شريحة واسعة من الشباب في ليبيا والعالم العربي بأسره